اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل هذا المشكل على تطبيقك الخاص انستغرام لايت من خلال الضغط على الضبط والإعدادات ثم سوف نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا للضبط والإعدادات نقوم بالنزول للأسفل ثم نقوم بالضغط على التطبيقات هنا ثم بعدها نأتي إلى نافذة التطبيقات الخاصة نقوم بالنزول إلى الأسفل للبحث عن تطبيق انستغرام لايت في هذه النافذة الخاصة هنا نقوم بالضغط على انستغرام لايت ثم سوف يقوم بأخذنا إلى هذه النافذة الخاصة هنا نقوم بالضغط على إيقاف إجباري ثم تضغط على موافق بعدها نضغط على مكان التخزين ثم تقوم بالضغط على إدارة التخزين وبعد ذلك سوف تظهر معنا هذه النافذة نقوم بالنزل للأسفل تضغط على هذه العلامة الزرقاء في الأسفل ثم بعد ذلك سوف تقوم بالضغط على مسأل تخزين المؤقت ثم تقوم بإطفاء وتشغيل هاتفك لحل المشكل وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو